فعلاً كان توصلنا ببعض الحالات اللي كيكون هناك تبليغ أن واحد سيد ولا واحد سيدة توفهم بعد ما استعمل اللقاء. لدينا تبليغات فعلاً. المنظمة العالمية لسه كيف قلت لكم دايرة واحد اللائحة ديال واحد الأمراض والوفاية الدخلة فيها اللي كتقولنا كل مراكز اللي قضاء الدوائية لازم تعطي واحد الاعتمام خاص لهذه الحالات. من بينهم الوافايات كين الوافايات كين جلطات الدم كين أمراض عصبية إلى آخر. لماذا؟ لأن كيكون هناك واحد شك أن اللقاح يمكن له يعطيهم. إذن كيعطوننا اللائحة عندنا اللائحة معروفة وفي نفس الوقت كيعطوننا طريقة الانفستيغاسيون كيفاش يمكننا نتعاملو مع دوكل حالات. إذن كنمشيو كنديرو لانفستيغاسيون. لانفستيغاسيون وهي كنمشيو كنقلبو بالضبط. كيكون هناك واحد السؤال على الناس اللي عندو ماد المشكيل ولا الناس اللي الأهل دي الميت كنشوفو شنو كان عندو فليزن تسين دون يالو قبل ما يموت مثلا إلى آخره شنو السن ديالو شنو الأمراض المزمنة اللي كانت عندو وكنتبعو هذا بطريقة كل الوفايات اللي وصلونا الأكثر كتر الأكثرية فيهم كلهم لقينة أن هناك أمراض أخرى اللي كانت سبب الوفاة. مبينها التحريات اللي درنا. مشينا التحريات كيف قلت لكم في البخيزونتازيون اللي درت كنديرو لطوب سيفي غبان بحالي دا كنديرو واحد تشريح ديال داك السيد اللي مات ولكن غير بالكلام ونشوفو الميل في الطبي ديالو وكذا وكذا ولكن مشينا حتى نتشريح العضل يعني مشا هناك واحد طبيب شرعي ليفتح الميت باش يشوف ما هو السبب ديال موت هاد تشريح الطبي اللي درناه درناه على ثلاثة ديال الحالات وثلاثة ديال الحالات بناه ان هناك سبب آخر للموت ما عنده علاقة مع اللقاح عندنا بعض الحالات اللي كيكون هناك ما كيكونش هناك جزم ما كيكونش هناك جزم عندنا واحد جوجل ديال الحالات راهم بقليم تحت تحريات لان الحد الان ما لقيناش واحد للجزم باللي هناك علاقة ولا ما كيناش علاقة اذا كينن هناك واحد تحريات للكدر راح نخدمين فيهم ولا كيلحد الان ما عندناش واحد الحالة اللي نقولو هاد الحالة ديال الموت تلقيح اللي كان السبب دياله بغيت نجاوب على واحد السؤال داز مرور الكرام كيقول واش كتبعو الناس وحتلهم تبعوه باش نتبعو الناس دي يمكن لهم يديرو حوادث بعد استعمال اللقاحات ما كتكونش هنا كنعتمدوش على التبليغ فقط ولكن كنعتمدو على دراسات وهنا كنديرو واحد دراسة رحنا كنديرو واحد دراسة باش غد ناخدو واحد ليشانتيوناج وغادي نبقاو نعيطول بعض الفئات اللي تلقيحات باش نعرفوهم باللي كاين نلبس وغادي نبقاو نعيطولهم مثلا كل شهر باش نشوفو باش تعطينا واحد نظرة معمقها باللي اللقاح ما دارش شي تأثيرات غير مرغوب فيها اللي هي ممكن لها تكون عندها شي مشاكل ولا اذا مغير التبليغات اللي كان نتوصلوا بها يمكننا نديرو دراسات باش نتعمقوا في واحد المواضع ديال هاد الاثر الجانبية شكرا